اشتركوا في القناة في الوقوف معهم ضد ما يعرف بتنظيم الدولة وما يحاكو ضد ليبيا من مؤامرات خارجية وداخلية حسب المتظاهرين واكد المتظاهرون انهم لازالوا مستمرين في نصرة ثورة فبراير فهم الدرع الحامي لليبيا وثورة الثابع عشر من فبراير حسب قولهم اصدرت دارو الافتاء الليبي بيانا الخميس تحذفه اسر شهداء الذين ارتقوا في ابو جرين نتيجة استهدافهم بهجوم غادر من الفئات الباغية المتحالفة مع ما يسمى بتنظيم الدولة التكفيري في سرط حسب البدان الذي نشر على صفحة الدار على الفيسبوك وحمل البيان في نفس الوقت المسؤولية على المجلس الرئاسي المعيد من بعثة الامم المتحدة والذي جمد الاموال وشل مؤسسات الدولة وحرم المواطنين من حقوقهم وثوارا من الدعم الحقيقي بالمال والسلاح وتركهم امام عدو غادر في سرط متحالف مع قوات حفتر والتي لا يخفى المجلس تأييده لها ولا يقدر حتى ان يستنكر عليها غرتها على البدنيين في بنغاز ودرنة قال المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص ان قوات ثوار تحافظ على المواقع التي سيطرت عليها الاربعاء المركز اكد ان قوات ثوار تسيطر بالكامل على منطقة بوراة الحسون وطريق الرابط بين ابو غرين والجفرة مضيفة لنقوات جديدة وتعزيزات انضمت للقوات التي تقاتل ضد ما يعرف بتنظيم الدولة واوضح المركز ان قوات ثوار تكثف قصفها المدفعي على بوابة الخمسين والتمركزات المجاورة لها قال مدير المكتب الاعلامي بمستشفى مصرات عبدالعزيز عيسى ان لجنة الازمة الطبية قامت بافادي ثلاثة وعشرين جريحا الذين اصيبوا في المواجهات مع ما يحرف بتنظيم الدولة لتلقي العلاج في تونس وتركيا عيسى اضافنا المجموعة الاخيرة من الجرحى والذين تحتاج حالتهم للعلاج بالخارج قد تم ايفادها الخميس اشاروا الان نقصا حادا في المواد والمعادات الطبية شهده مستشفى مصراتة عن انطلاق العمليات ضد ما يحرف بتنظيم الدولة غير ان مؤسسات حكومية واخرى خيرية قدمت العديد من المساعدات للمستشفى وفي الخبر الاخير حيث القت قوات الشرطة العسكرية بزليتن الجمعة القبض على عدد من المهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقية بمنطقة بخصاب جنوبية المدينة وفاد امير الشرطة العسكرية زليتن العقيد شعبان بن حريز في تصريح لأعلام بلدية زليتن ان عدد المهاجرين الذين تم استقافهم هو 95 مهاجرا فيما تم القبض ايضا على اربعة من شباب الليبديين المتورطين في هذه الجريمة واشار الى ان شرطة العسكرية قد تعرضت لريماية عند قدامها بمطردة المتهمين الامر الذي نتج عنه اصابة احد المتورطين في هذه القضية ختم المجهز الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا